ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر والأمانة العامة لمجلس النواب ووزارة الخارجية حيث قدمها الدكتور يوسف عبد الكريم بوشيري مدير عام الشؤون القانونية وحقوق الإنسان في وزارة الخارجية بحضور عدد من أصحاب السعادة النواب تشرفنا بها النجوة المهمة التي تأتي قبل نهاية هذا العام تأتي مع حصيلة مهمة الحقيقة وافرة لإنجازات وتطور حقوق الإنسان فيها البلد الكريم وأعتقد التعاون بالشراكة مع مجلس النواب ومعحل البحرين للتنمية السياسية أتى في وقته وخاصة أننا الحقيقة نصلط الضوء على قيمة حقوقية مهمة وطنية وهي الخطة الوطنية لحقوق الإنسان وهي اللي تقريبا نأتي في نهاية هذه السنة اللي نكمل السنة الثانية من مسيرات الممتدة على خمس سنوات تشرفت مع أخواني وزملائي أصحاب السعادة النواب في حضور ندوة قيمة وندوة مهمة في مجال الخطة الوطنية لحقوق الإنسان حقوق الإنسان، مملكة البحرين شهد لها التاريخ في تنفيذ حقوق الإنسان وتنفيذ قرارات والقوانين الدولية لحقوق الإنسان الخطة الوطنية لحقوق الإنسان خارطة عمل كبيرة ومشتركة تساهم في إنفاذها وتطبيقها عدد من الوزارات والمؤسسات والجهات الوطنية الفاعلة بشراكة ومسؤولية عالية نحو تحقيق أهداف حقوقية سامية منذ غرار الحكومة المواقرة للخطة الوطنية لحقوق الإنسان للعوام 2022-2026 بدأت وزارة الخارجية في متابعة تنفيذ مشاريع هذه الخطة التي بلق عددها 102 مشروع اليوم الخطة الوطنية لحقوق الإنسان هي التزام وطني قبل ما هي تكون التزام دولي الخطة الوطنية لحقوق الإنسان إلى اليوم تم الانتهام من تنفيذ 40 مشروع نفذهم من قبل الجهات والوزارات المعنية بحقوق الإنسان في مملكة البحرين نفخر اليوم أننا أول دولة خليجية عندها خطة وطنية نفخر اليوم بحصول هذه الخطة الوطنية على شهادة الآيزو في المسئولية المجتمعية نحن حريصين على تنفيذ العديد من الفعاليات بالتعاون مع مجلس النواب محاضرة الخطة الوطنية لحقوق الإنسان طبعا هي الفكرة من هذه المحاضرة أن نزيد المعارف والوعي لدى أعضاء مجلس النواب فيما قامت به مملكة البحرين ضمن المشاريع والمحاور التي قدمتها في الخطة الوطنية لحقوق الإنسان تشارك وتعاون مختلف الجهات المنظمة يؤكد على ضرورة تحقيق أهداف التوعية والتثقيف الشاملة سعيا للارتقاء بعمل مختلف الجهات وخصوصا منها التشريعية والحقوقية والقانونية أصولا لأعلى مستويات التقدم والتطور في هذا المجال الحيوي الخطة الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان مشروع وطني كبير تشارك في تنفيذه مختلف الجهات في مملكة البحرين ويهدف إلى تطوير وتعزيز العمل الحقوقي في مختلف القطاعات والمؤسسات العاملة في هذا المجال الحيوي على أرض مملكة البحرين يحيى العمري لمركز الأخبار تلفزيون البحرين ثمСТرت المرادة في م valleys ترجمة نانسي 결د